سقوط سيارة في مصرف بالقاليوبية وسقوط ضحايا 8 ضحايا خبر معنا بيقول شهد مركز شرطة توخ محافظة قاليوبية سقوط سيارة في مصرف صنهرة عزبة السيد عمارة تابعة لدائرة المركز وأصفر الحلث عن مصرع شخص وإصابر سبعة تم نقل المصابين والجسة المستشفى قهى التخصصي وبدؤون قوات الحماية المدنية بانتشال السيارة وتحرر محضر بالوقع وطلة نيابة التحقيق تلقى لواء نبيل سليم مدير أمن الأليوبية اختار من مأمور مركز شرطة توخ بسقوط سيارة سوزوكي فان في مصرف صنهرة عزبة السيد عمارة تابعة لدائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري المكان الوقع وبالمعاينة تبين سقوط السيارة في مصرف صنهرة عزبة العمارة تابعة لدائرة المركز رقم ارباح تلاف ميتين تسعة وتمانين قاف ميمسين بقيادة السائق هاني محمد محمد عمر وأصفر عن حالة وفاة واحدة وسبع حالات إصابات وتم نقل المصابين زي ما قلنا للمستشفى وانتشال السيارة وربنا يشفي المصابين ويرحم المتوفي يا رب ترجمة نانسي قنقر